الله أكبر, الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة حي على الفلاة الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله أكبر, الله أكبر نحمده ونستعينه ونستهكيه ونستطره ونعوذ بالله من شرور أمسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا أطل إلا له ومن يهدي فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضالات في النار أيها الأحبة لا نهال مع تلك القضايا المعاصر والتي نحتاج إليها في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد تحدث آه العلم كثيرا عن طلب العلم وعن الترغيم فيه وذكروا الآيات والأحاديث التي تعص عليه وذكروا 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 كثيرا من هذا الباب إلا أن الفقهاء قد أجمعوا على أن طلب العلم ينقسم إلى قسمين إلى فرض عين وإلى فرض كفاة إلى أمر لا بد ويجب عليك أن تتعلمه لأنه لا يمكن لك في دينك ولا في حياتك أن تنفضي مستقيما سليما صحيحا إلا به كأن تتعلم ترارض أركان الله وركان الصلاة وشعوطها وما شابه ذلك لتستطيع أن تصلي أو أن تصوم أو أن تحج أو أن تزكي وما شابه ذلك من العبادات وكذلك المعاملات التي فيها حرام وفيها حلال يجب عليك أن تسهل ولا يمكن لك أن تقول في يوم من الأيام ذلك لأنني أعلم بل سيسألك الله تبارك وتعالى على ذلك وستحاسب وتعذب لأنك لم تسهل فقد خالفت أمر الله تبارك وتعالى الذي جعلهم في كتابه صراحة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا أعلم ليس عندك عرم الذي جعلك يتحدث لغات الدنيا كلها وجعلك تعرف أنواع العلوم وشد أنواع السيارات ومشباها يجعلك تعرف ما تحتاج إليه في مدينك من الحلم الواجب العيني عليك وعلم آخر هو علم قفالي كأن تتعلم الموارف وما أنت المستطيع ذلك إن لم تكن طالب علم إلا بما تحتاج إليه إن كان عندك إلاك أن تتعلم النحو والصف والشعر وما شبه ذلك ليس فرضا عليك لأنك لا تحتاج إليه لكن الفرض العيني الواجب تسأل عنه إلا أن تعرف لذلك أجمع جميعاً جميعاً أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب محدى عليه ومن ذلك نتحدث عن قضية معاصرة وخديمة في نفس الوقت الناس كلهم يتخفضون فيها إلا رحمة الله كبار الله وهي نقبة عظيمة من الربا والمعاملات إلى الزواج والطلاق الذي يحتاجه كل إنسان على وجه الأرض فأغلب الناس إما متزوج وإما مضلق وإما أعزر الناس يطلون في هذا الباب ومع أنهم لا يعرفون لا أحكام الزواج ولا أحكام الزواج وكم من الرجل يعيش مع الرأة من عشرين عاماً أو ثلاثين عاماً ويظن أنها زوجته وهي ليس كذلك وكم من الرجل قد طلق الرأة ويظن أنها لم تعد له زوجة وقد ذالت منه وهي لا تدال على همته وعصابه وكم لو أردنا أن نتحدث في هذا نحتجنا إلى أيام وشهور وهذا محله دروس الفقه لكنني من أجل الحاجة إليه ومن كثرة الاتصال والاستفتاء سأتكله بشكل عام نتحدث أولاً عن الزواج فلا طلاق قبل الزواج فإن طلاقه لا يقع لأن المرأة التي تطلقها ليست محلة لطلاقه فالزواج في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تنتبهوا لأن الأمة واقعت في طامة العظيم وكم من مسجد زبته وكم من مسجد زبته وجدت أن معظم ملات المسجد يعيشون بالحرام وفي الفحش والخطأ من حيث يدرون ومن حيث لا يدرون النكاح عقد بين طرفين عقد بين طرفين بين رجل ومن حيث هو ميثاب غليظ كما سماه وردنا ثبارك وتعالى في كتاب ولكل عقد على وجه الأرض شروط ولكل عقد شروط تجعله صحيحاً أو تجعله باطلاً حتى في معاملتنا وفي ظلمنا فأجمل أنك إذا أردت أن تتزوج المرأة أو إذا أرادت المرأة أن تتزوج فإنها تحتاج أولاً وهذا لا يعرفه كثير من الناس بل لا يطفقونه البتة وخاصة بها البتة تحتاج إلى ولي يعقد لها لكاعها تحتاج إلى أبيها إن كان حياً ولا يصح أن يعقد لكاعها على وجه الأرض أحد إلا كان أبوها حياً إلا أبوه أو من يوكله ذلك الولد وكثير من الناس يذهبون إلى المحكمة يذهبون أو أغناك سواء كان ذلك في المحاكل المدنية أو في الشهر العقاري في بعض البلاد أو في مكاتل الزواج تصحر المرأة ويصحر رجل المرأة ويذهبون ويأخذون عقداً زوجت في طريقة زواج أو زوجت في طريقة زواج وتضي الأمر الذي فيه تستفكير يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي من رأة نكحت من غير ولي فنكاعها سفاع 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 زنى 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 أي من رأة نكحت من غير ولي أي من غير موافقة وليها ومن غير عقده للعقد ووجوده أو توكيله لأحد الناس في رواية فنكاعها باطل باطل العقد كأنك عقدت عقد زنى نسأل الله ولوية الأخرى فنكاعها أو فهو سفاع سفاح أي زنى زنى تعيش معك من زنى وأولادك منها هم أولاد زنى وأنت تدري أولاد زنى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاحة لا نكاحة أي لا يقع النكاح ولا يجوث إلا بولي وشاهدي عد لا نكاحة إلا بولي وشاهدي عد فلابد من وجود الولي هذا أول ثانيا لا بدى وأن تكون المرأة محلا للنكاح صالحة لأن تكون أنت زوجا لها وها هنا أكبر المضلات بعد الولي في هذه المنكاح فكم من مرأة جاءتنا وقد نكحت أربع رجال أربعة رجال متتابعين من غير المطلق من غير من أي واحد ليست واحد كثر من كثيرات لا بد أن تكون المرأة محلا لاندكاح ألا تكون في عدة خلع ولا في عدة طلاق ولا في عدة وفاة ولا أن تكون متزوجة مع آخر ولأنهما متزوجان زواجا فدنيا أو ما شابهه أو متزوجان صواريا كي تخصر على الإقامة يقول لا بس متزوجها ولا حقش فهذا الزواج زواج صواري ليس منكز زواج صواري أبدا ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جدهن جد وهسنهن جد إن قال أحدنا لرجل إن زوجتك ابنتي قضي النهر الذي فيه تستفتيها ولو كان مازحا العتك والنجاح والطلاق هذه الثلاثة وورد في دواية كما البيع والشراء فتقول أربعة العتك والنجاح والطلاق ليس هناك شيء نسمى بزواج الصواري إذا تزوجت المرأة فقد تزوجت وخوري الأمر فلا يحل للرجل أن ينكحها وهي على ذمة رجل آخر حتى يطلقها الآخر وتنقضي عدتها التي جعل الله تبارك وتعالى لها يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّكُنَّ لِعِدَّةِهِنَّ وَأَحْصُلْ عِدَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ إذاً إذا جاءت امرأة أو إذا أردت أن تتزوج امرأة فاسألت ألا تباعد أنت ولو كان صورياً؟ أمطلقة أنت؟ أأرملة أنت؟ أمغتلعة أنت؟ ولا بد أن تأتيك بالعقل فهذا لا أصبح فيه في هذا الزمان تلك القمور الشفاوية لا يقول أنا والله ما قلنا لا نعلم هذا إلا كما قال الله ورحمة تعالى وأشهد ذا ويعدل منهم وأقيل الشهادة وقد اشترك العلم المعاصرون أن يكون الزواج والطلاق مكتوباً وهو من السنة والشرع والدين لحفظ الحقوق وحفظ الفروح نحن لا نقول بالاحتياط في أمور الفقه والقال بها معرم أهد العلم الاحتياط في الوقوعية، الاحتياط في الدمهة، الاحتياط في الصلاة لا نقول بهذا فالدين إما هكذا وإما هكذا ولكننا نقول بالاحتياط في الفروج لأن اختلاق الأنساء أمر عظيم لأن البقوع في الزنا أمر عظيم إنه كان فاحشة وساء سبيلاً أعظم شيء يحتاط له الفروج فياك أن تصيب فرجاً حرام من ضمي لي ما بين فكيه وما بين لحييه وما بين ففذيه ضمي له الجنة أعظم شيء يحتاط له الفروج لأنك إن وقعت في الحرام ساء السبيل دمرت أمة طيعت الأفراغ والعائلات طيعت كل شيء إياك من فروج إذاً هذه الأمر الآخر لا بد أن تكون المرأة محلاً للزواج ذمتها خالية من كل رجل ومشابها ولا بد أن تسمي ألأ المهر النبي صلى الله عليه وسلم جعل مالك شرطاً وجعل أن ربنا كبار ومعانا كتابة كذلك وآكست النساء صدقاتهم ومهر لا بد أن يكون للمرأة مهر وإن كان مكان هذا المرأة لا بد أن يكون لها وإنما جاءت تمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن كان لك بي حاجة فتزوجه فصوب النظر إليها وذنطقه ثم أعرض عنها وقال أحياء الأصحابي يغوان الله عليه المنمعين يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة أو وحبت نفسها للنبيه رسول الحزاب فتزوج منها رسول الله قال وهل معك شيء؟ هل معك خاتم؟ قال ما عندي غير نزال هذا في دواية فشق الإزار بينها وبينه وبينها مهر وبينه وبينها مهر وفي دواية ليس عليه إلا إزار فقال هل معك من القرآن شيء؟ قال أحفظ كذا وكذا قال زوجت كها بما معك من القرآن إلا لا بد من المهر لا بد من تسمية المهر كان ما كان ولا من القرآن ولا أي شيء لا إلا بد واحد حسن ولا بد أن يحضر هذا المكاح شاهدان وأن يكون شاهد عدل أن يكون الشاهدان شاهد عدل وهذه الزواجات المدنية التي لا يكون فيها شهود يذهب الرجل والمغة إلى الموظف أو إلى الموظفة في دائرة لعقد الزواج لإصلاع عقود الأنكحة وتوقع المغة ويوقع الرجل وتوقع الموظفة والموظف ويخرجان ويحتفلان بأنهما زوجان هذا عقد زينة ليس من جدال الذات ولا من ديننا في شيء وراجع عدوسة فأنا أعلم ما يحدث أرنا وأرنا ليس هذا من شيء لا بد أن يكون العقد مكولاً من طرفين ومن قبول وإجاب ومن ولي ومن مهر ومن شاهد العدل وفي أكت واحد وفي مكان ومجلس واحد غير المفرد إذاً لا بد من إيجاد الشهود ولا يصطف تلك العقول العقود العقفية التي يسميها أو يسمونها لا زواج فريم والزواج العقف الذي يكون في البيوت زوجتك نفسي أو زوجتك نفسي قبلت زواجك ويكتبون ورقة بينهما وطضي الأمر لا ولي ولا شهود هذا أيضاً من الزنة ونقول هذا لسبب إن كنت واقعاً في هذا وفي مثله تعال إلينا حتى مراقين لنصححنا هذه المصيب الأن المصححة ليس أمر كما هو شارع في بلادنا نزم مع المرأة ثم تصحف غضتك بخمس وعشرين نهاراً وتتزوج يعني أن تتزوج عقود ليس كذلك إنك إن سنيد من مرأة ولو كان عندك منها ألف ولد وأرد أن تصحح فإن منا في شوق طلب لابد أن أعتده إلى الله عز وجل ولابد أن تعتد أنت والمرأة ولابد أن تعتد المرأة من زناك بها إما شهراً وإما أن تعتد ثلاثة أشهر من يأتيها الحي ثلاثة مرات مرأة على الأقل في بعض قراء أهل العلم ورفهائهم ثم مع ذلك يعقد لك عليها مع الشرق السابقة يعني كان بينك وبينها عشرة أولاد بالحرام أو بهذه الحقود المشبوهة ثم فعلنا كل ذلك ثم قال الولي لا تزوجها منك كل عامل من تكون لخير تهدف المرأة لا يعد لك عليها السبيل وليس زوجها لك ولا يجوه منك هذه المرأة تفع علينا فهذا أمر الزواج وأمر عقل الزواج أفضل طلاق وهو أعظم طامة على المسلمين في هذه المرأة خلقهم بين الطلاق البلدين والطلاق الشرقين خلقهم في العدد تطلق المرأة منها هنا فتغادر البيت أو يغادر رجل البيت تطلق المرأة منها هنا وتتزوج منها هنا وبأهن الله سبحانه وتعالى لم يخذرنا بأحكام الطلاق في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنه من يظاهر من زوجته يقول أنه قد طلقها ولن يطلقها بل ظاهر منها أنت محرمة علي أنت كأختي أنت علي كظاهر أمي علي الحرام منك أنت محرمة علي ويظن أنه يعيش معها وهو يعيش معها بحرام وإفن مماصر لذلك رد مشير قليلاً إلى مسائل الطلاق وأن الطلاق في هذه الأمة ينتصر إلى طلاق إلى طلاق سني شرعي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى طلاق بدعي ليس على السنة من عمل عملاً ليس عليه أبونا كما قال صلى الله عليه وسلم فهو رد فهو مردود عليه وهو بدعة مضاناً أما الطلاق الشرعي والذي لا أعلم الناس عنه شيئاً أن تطلق المرأة في عدتها الصحيحة لما جاء عبد الله عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني طلق امرأتي وهي حائط طلق امرأة وغضب منها قال أبدي طائرة وهي حائط فقال صلى الله عليه وسلم أو ورد عليه عن عمر أنه قال الله رب الله عمر الولدي إن رأكاً وغضبها قال مره فليراجعها مره فليراجعها حتى تطهر فإذا طه طهرت فليمسك عنها لا تجامعها فليمسك عنها ثم ليطلق في طهر أو في حمل تبين فتلك العدة التي أمر الله بهذه القناة يا أيها النبي ذات طهر النساء فطلقوهن لعدتهن وأعصوا العدة واتبقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يهتين للفاهشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدني لعد الله يحدث بعد ذلك أمراً فإذا بلغن أجلهن فإذا بلغن أجلهن إذا استوفت مرأة عدة فأمسكوهن بمعروف أو فاجئوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منهم وأقيموا الشهادة لله ذلك ليوعظ به مكان يؤمن الله واليوم الآخر ومن ينفق الله يجعلهن مخرجاً ويرسقهن من حيث لا يحدث إذن الطلاق الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين أو إلى قسمين إلى طلاق بائم بينونة الصغرى وإلى طلاق بائم بينونة الكبرى والناس لا يعرفون هذا إذا طلقت مرأتك فأنت تطلقها إما في قهر إن لم تجامعها فيه ولذلك يقولون إن الطلاق عند المسلمين سهلة والله ليس سهلة الزواج عندنا ربما يكون صعبة يعني سهلة أما الطلاق عند المسلمين ليس سهلة الطلاق عند المسلمين من أصعب ما يكون من أجل المحافظة على العائلة وعلى وحدكها وعلى الأبناء لا تستطيع أن تطلق زوجتك في كل وقت غالباً يحصل الطلاق من غضب الزوج وأجل الطلاق ولا يدل ماذا جامعها للمجامعها بالكهر في حي ولو كان الأمر كذلك لكان الأمر عسيراً على المسلمين لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته جعل الطلاق يقع في أيام معدودة وفي قروف معدودة مهما كان الرجل مغضباً مطلق ولم يقع في العدى ولا يقع الطلاق لأن القاضل أن جبرة من نارك ما فرص الله عسيره غضب من الشيطان إذا غضب أحدكم فليتغضب فليغير مكانه فليغير جلسته فوجب أن يستليح المر ويهدى فإذا هدأ الثورة الغضب في نفسه فكراه لذلك انظروا في حياة العادية الرجل يكتر مع زوجته ويباشرها لا يستطيع عدتها لا في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها وهذا معظم النساء ولا في وقت الحيق بعد ذلك ولا يجوز له أن يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه وهذا فيه نبي على أن القصام فيه القطال حتى أنه لم يجامعها من فترة طويلة وجاءها الحيق ثم طهرت ثم لم يماشر ولم يجامعها فيه ولم يجامعها فله أن يطلقها ولم يجامعها أو إذا تبين حملها قضي الأرض أن يمنعه ما عنه فلك أن يطلقها وصورة ثانية لا تقع لا يقع الطلاق بهنا أن يطلقها في الحج والملاس هذه سورة واحدة أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه ولا يعلم أنها حال أو ليس كذلك رحمة بهذا الذي في بطلها فإنه رفما انتمهل قليلا حتى يتميل حملها ينشد قلبه إلى ذلك الحمل وإلى ذلك الجميل فيحاول أن يصلح ما بينه وبينها رحمة من الله لإبانه إذاً هتاني سورة كان ويبقى عندنا أن نعلم الناس جنكا أن الطلاق رجعي وبا هناك طلقتان رجعية كان الطلاق مهرة وليس ألف مرة ليس الطلاق ألف مرة أندي طالق تنفل أندي طالق بسلافة أندي طالق كلما حرمت كلما حللت حرمت هذا من الطلاق هو الرجال الفاسقون الذين كلما قال كلما غضل قال عليّ الطلاق وعليّ الطلاق وعليّ الطلاق إنما هو إنما يستهزق في دين الله لذلك كان القليل من الناس من عنده شيء من السفه وما شبه ذلك في عهد النبي سنة ربما يقول لمراته واللقتك ثلاثا كما جاء ذلك الرجل وقال له يا رسول الله من أبي أوجدت طلق ألف تطلق قال إذا وجده أندي طالق من ألف أي ألف طالق من ألف فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة وتسعمائة وتسعون وتسعون يعذر بها من أجهة لأنهم استهزوا بدين الله هذا مفاق غليل فهذه الصور وهذه ألفار قبيحة وليس شرعية وليس من نيذنا ما هذا طالق من الثلاثة طالق من العشر كلما حالتني أرد أتلعبوا نبيين الله ولذلك احتسبت النبي صلى الله عليه وسلم فلما كثر ذلك في زمن عمر قال إن الناس استهزموا ولعبوا في دين الله فلو أمضينا على ذلك وهو الملهم الذي قال بي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي من بعد لكنت يا عمر ولكن ملهمين أو محدفين وهو الذي وافق القرآن في تسعة عشر روضع قال لو أمضيناه عليه فكان الرجل الذي يقول لزوجته أنت طالق من الثلاثة كانت منه غيرونا تنفيه وضاء فلا تفيل له حتى تنكح زوجه من غيرها وهذا الأول يحدث في تفيل وقد وقعناه وعائناه وقد جاء إلى أناس لأعقد لهم عقد التيس المستعار لعن كلاه محللاً ومحللاً لعن أعلم له محللاً ومحللاً فكلاهما كلاهما تس يطلق زوجته ثلاثاً ثم يأتي برجل يعقد على زوجته ثم ينكحها ليلة ثم يطلقها حتى ترجع إلى زوجته أي تيس سمناه نبي صلى الله عليه وسلم تيس المستعار هذا باطل هذا زنة وكله زنة فلا يقول لها الترجع لا إلى الأول ولا إلى التي زنى بها إذا نرجع إلى الطلاق الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريكم بإحسان ثم يتبه الله في الآية التي بعدها من سورة البطر في الآية الثلاثين بعد المهتين فإن تلقها أي المرة الثانية فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجته الله وأن تنكحه طبيعيا لرغبة المشاهد وأن يجامعها وأن يجامعه وأن يعيش معه تذوكل سيلته ويذوكل سيلتها حتى إذا حدث بينهما شطاء وأدى إلى الطلاق واعتقدت منه وانقضت عدتها من غير أن يرجعها إليه حلت لزوجها الأول إذا أراد أن ينكحها بعقد ومهد وولي جميلة إذا الطلاق الطلاق الرجعي إذا أطلقت مرأتك في العدة الشرعية فأنسكها في بيتك لا تخرجوهن المبيوتين هذه العادة التي في إدارة إذا أطلقت المرأ سحبت نفسها وحطائبها وأولادها وغضرت في بيت أميها أو هنا ذهبت إلى محكم النساء أو محكم الخدمة الاجتماعية أو المحكمة وما شابه ذلك المرأة تبقى في بيتها أثناء عدة وهي أشهر حيضان ثلاثة ثلاثة أشهر تخدم زوجها تخدم أولادها تتزين لها له منها كل شيء حتى إذا جمعها أو صلح بإرجاعها إليه رجعت وهذا من رحمة الله بالنفس أن تبقى معك المرأة في بيت ترى شعرها ترى منها كل شيء هي في عدة إذا لم تقضي الشهر الثالث إذا لم يأتيها الحيط في الشهر الثالث أو إذا كانت حاملة فوضعت فهي لا تزال لك إن قلت أرجعتك أو إن باشرتها فهي مرأتك فهي زوجته لكن الحق أن ترجعها مرتين وليس كما يفعل الناس أول مرت رجل طلق زوجته قبل سنة ونصف وما انتصب به قبل أيام وقال قلقتها وذهبت إلى أهلها فيما عادت بعد قصعة أشهر وعاشت معها وأنجل أطفل بعد ذلك أنجل طفلت أطفل فقلت له كيف رجعت لها؟ أعطتهم عقلة جديدة ومارة لأن الضلاق البائم إما أن يكون بينكه صغرى وهي أن تنقضي عدة المرة الرجعية من غير أن تسترجعها إليك وعندها ماذا يحدث؟ لا يحد لك أن ترجع إليها إلا أن تأتي بوليها مرة أخرى وتعفض شاهدين والنظر ومشاب أما إن كان قبل ذلك فهي فهي لا فهي تسبب بيننا الصور ماذا فعلت إليها الرجل؟ قالت تجعبها خامدة وتعيش معي وأنجبت منها طفلتها أليس كذلك أكثر؟ لا والله ليس كذلك فقالت تعيش معها من حرام والسينة وأديت بطفلة مسكينة لا ذنب لها لكنها بنتم حرام وابنتم سينة لماذا؟ لا يحكموا ما شرع الله لا يريد ما تحكموا ما شرع الله في الكثير من الأمور الله عز وجل حول فلا وقفهم لا يؤمنون حتى يحكموك في المسجر بينهم ثم لا يجبوا في المسجر حرج مما قضيت ويسلم كسير فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يُهِنَا وَقِيَةُ الصَّلَاةِ والسلام وأن يُهِنَا لإسلام وأن يُهِنَا لإسلام وأن يُهِنَا لإسلام كل قولي هذا مستفى الله لي ولكن مستفى له فلا لو زى مستفى قدموا قيدنا الله قدموا قيدنا الله الحمد لله نبيعاتكم والصلاة والسلاة على أشرف النبيان والمسلمين محمد وعلى آله وصحبه أشمعين يعيب يعيب الناس علينا أننا وأن الإسلام يُهِنَا 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 لحقا بالطلاة والمرأة المسجينة ليس لها أقل في ذلك أو لا نستطيع كما أن النساء لا أبناء ولا أبناء لا أبناء لأن المرة المسلمة لا حق لها في ذلك والله عز وجل يقول وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فكيف من نسائكم ذلك الذي كان الذي يقوم ومن معروف والنساء ليس لهم حق إن أضر منها الزوج أو ضربها حتى كسر عظامها أو آراها أو توقف عن المنفاق عليها أو أو إلا خلقوا به عين كعِنَّ لِلْوَا وإلى آخِنِهِ كعِيفا أجيبون عن نين مهانا ونقول صدق الله صدق الله تبارك وتعالى صدق الله وَلَهُنَّ بِثْلُّ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ لِلْمَرْأَةِ حَبٌّ كَحَبِّ الرَّجُلِ لِلْطَلَاقِ يُسَمَّى الْخُلَّةِ موجود فيه المرأة إن تضررت أن تطلب الخلق وإن المرأة خافة من بعدها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلح بينهم أصلحاً والصلح خيراً الآية الأخرى فلا جناح عليهما فيما فكلت به الخلع الافتناء للمرأة أن تقول لا وإذا تعيش على الرجل يذيني ويفعل 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 لا أريد أن أعيش معنا هذا حق الطلق عند الرجل لكنه حق مشروط بأن يكون معها الحق في طلبها جاءت امرأة قيس بن شماس رحمة الله عنه من الصحار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في رسول الله إني لا أعيب على قيس في خلق ولا في رجل دينه طيب وخلقه طيب ولكني أكره الكفر في الإسلام قال بعضهم أنه كان عينينا لا يستطيع عني أقين مساء فهذا حق شرع الله للرجل للبرأة على الحمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فردين عليه حديقة يعني كان أمهرها حديقة مستان ردين عليه حديقة فقال نعم فردت عليه حديقة واختلعه من نبي صلى الله عليه وسلم خلعه حق للبرأة كما أنجل الرجل حقا وحقا لكن بشرط أن يكون هناك أذن وافعا على المرأة فإن لم يكن هناك أذن فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المختنعات هن المنافقات المختنعات هن المنافقات وأي ممرأة طلبت من زوجها طلاقا من أي مابات حرمت عليها وراكحة الجنة لا ترى وراكحة الجنة لأن الله سبحانه وتعالى قد جعلها في حاجة إلى هذا الرجل والنبس أن يقول يا أمر الله من الأمرأة لا تستغني عن زوجها ومع ذلك تكفر تكفر عشرة وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدق فإن كنا أكثر بهبناه قيل وفيما يرسول الله قال تكفرنا العشيرة وتكفرنا المعام يزدي يزدي إليها معروفة للدهر وقل لك وانقصر يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط ما رأيت منك خيرا قط لذلك جعلت نفسنا المختنعات من غير سبب مثل المنافقات لا يحدث للمرة لا أن تطلب طلاقها هي من غير سبب شرعي كتعطي لنفقة وعنة وهجر لشبور الدوال وما شبه ذلك ولا يحد لها أن تطلب طلاق أختها لقد مهتم معجزاً تقول له طلق فلانا والآن لا يسمعك أو إذا رأت تتزوج فلانا فطلقني هذا حرام لقوله رسول الله لا فضل رأى من طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها ولتنكح فإنه قدر لها ما قدرتها المقدور على الجبيد تراه معين وكان أمر الله مفعولاً وكان أمر الله قدراً مقدوراً وخذق كل شيء فقدره تقديراً الأقدار لا يغيرها لحد إلا الله سبحانه وتعالى إذاً لا يجعلها أن تطلب طلاقها ولا طلاقها ما يسمونه بضرتها وليس كذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم أختها لا يحيل إبراهيم أن تطلب طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها الرزق كل إنسان معه رزق وما من دابة في الأرض إلا على الله نسوح يعلم مستقرها ومستودعها كل جداً الرزق هذا لا نقاك فيه إن روح الكبز لهذا في روعي أن نفساً لن تستوفي ألا لها لن تمر حتى تستوفي رزقها أبداً رزقك ستأخذه ولو أرد النورة الثانية آخر شيء مقدور لك ستتأخذه فلا تشملها لذلك لا يوجد المرض أن تقعد ذلك فإن تضررت فإن تضررت من خلع زوجها وهذا الفلع يجريه إمام المسجد أو الطاط الشرعي وهذا الفلع مختلف عن الطرار فعدته بروحي فقط المراكدة لأن المرأة لن بغي أن تعلق المرأة لن بغي أن تعلق هكذا واتترك بين السماء وخارف إلا إلا كانت ناشزة ناشزة فإنها تختلع ثم بعد شهر واحد بعد حضرة واحدة جاء فلاها أن تتزوج وتتبني في تنجل فهذه بعض الأحكام أردني فقط أن نسمعها جماعة لأن أولا تضروا من المسل العلم ولا تأتون إلى تبيع الصلاوات كما قال عبد الله المسعور رضي الله عنهما إن الله أترضى أو شرع على نبيه سنن الهدى وإن هذه استرارات الخمس من سنن الهدى وإنها من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإنكم إن صليكم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق في بيته لضيعتم سنة نبيكم وإن ضيعتم سنة نبيكم كفقتم أو لو ضيعتم سنة نبيكم كفقتم وفي رواية من الله رد وكلاهما صحيح الناس لا يكون ليحصلوا الدروس فأردت أن أعلم هذا حتى تشبروا الناس به ثم تأتون أفراداً أفراداً ليسأل عند واحد عن آلكه ويصححه مسيرها اللهم وذبت اللهم فشنت أسأل الله كوارف على لمحمد وإياكم وأن يهدينا وإياكم في الأصراط المستقيم اللهم ادنا لأحسن تخلاف لا يهدي أحسن منها إلا أنت واصلت لنا سديئها لا يصلك عنها سديئها إلا أنت اللهم ارحمنا فإن كتبنا راحت ولا تعتبنا أن تعلينا القادر اللهم أصلتنا في جرياتنا وأصلت لنا في زوجاتنا اللهم أصلت لنا في زوجاتنا ربنا ناتنا حكمها حسنة وفي الأفراط حسنة رقنا عذاب النار وصلوا وسلم وباركوا على أبيه محمد صلى الله عليه وسلم الله صلوا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحفه أجمعين وعلى التابعين واتابعين بإحسانه لأيوم أدنين وأقن الصلاة لكم الصلاة الثانية على الأنين الثانية قال خرمة الصلاة قال خرمة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم إياك أن تقول لزوجتك أنت عن أنت محاطمة علي أو أنت علي كأمي أو أنت علي حرام أو علي الحرام أسمحكم هذا الأنفاظ وما شابها هذا من مسائل الحرام إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تقول لزوجاتكم مثل هذا القول فإن قلتم مثل هذا القول فإنه لا يحب لكم أن جمتهن إلا بعد الأشفارة ومحل تطرد وتفصيله ومحل الكفار يقول بعد ذلك من أراد أن يخلط على المثل هذا إلى المكتوبة أو لتحدث في هذا المهم الأمر الآخر إن شاء الله تعالى لن نعزمنا على الحج والوقت الطيب أن ينقر إلى شغل المواحد من أراد أن يخلق مع المسجل الحج إن شاء الله والحج واجم على الفور الحج ليس على الترافي من كان معه مال يجب عليه الحج وليأتي إليه إن شاء الله تعالى لنسجل اسمه معنا ويخرج معنا فيه من أهل تعالى الجانب والإساءة بس يحتاجون التجنب إلى المحر الأمر الآخر من التبرعات أريد من الأخوة وبرك الله فيكم أن تأتوا وتسجلوا أسماءكم ولو عشر أيام ولو خمسين حسروا أن تأصر سجل اسمك في القارنة حتى نعرف رأسنا من قزمين نحن وصلنا ما الأخص مقارنة يقول بس يطرق مش في أحد ما شاء الله وعاك الله شوفوا كم شخص أنتم كل صفتي حوالي 25 مصدر وثم نجمع سباعمين تبرعات من عشرة ألاف الشهر يعني شيء غير معقول كنا في المسجد الصغير هناك في الذي مساعته صغير نجمع أكثر من هذا والله يجب أن نجمع أكثر من التبرعات في هذا المسجد الضخم الكبير التي ترونه فهذا أمر حقيقة محزن محزن جداً وهو في أمن فأرجو من الإخوانين أن يأتوا ويسجلوا ويحولوا عن طريق البن كله عشر أيوم عشر أيوم عشرين ويوم خمسين حسب ما ما أنه مستطيح والله يخرف عليك ذلك والله يقسم لا على غلبة ظنباً عن يقين أنه من أنفق في سبيل الله يدره من ضاعفه الله له أضعاف من ضاعفه أقول آلاف لأن الله سبحانه وتعالى تقع التمر في يده وفي روايا ربما شق التمر فيربيها في يده ينميها حتى تصبح كالفلوم الحمار والبر فتخيلوا إلى أي حد تمر هكذا تصلح مثل البطن تخيل الدرهم تنفقه يد تصلح مثل يعني ما شخ مثلكم من الأول فالله ينفع عليكم وبالك في حماركم ومساعتكم وفي أولادكم اشتهدوا في أمر المسك فنحن في حاجة اليوم الأخوات لم يتعضوا ما في المجالة للغمانت هي من حمامات النساء تحت منذ ستة أشهر لننتهي لا من حمامات الرجال ولا من حمامات النساء لماذا يفعل؟ النساء اليوم رأيت الله في أخفاء ما في مكان الوضوء ماذا يفعل؟ إما فيممنا وإما ناثر شمرنا عن سواعيلين أمامنا الرجال وبالإبريخ تلطانا فالخافي لماذا؟ لأننا ليس عندنا ثلاثين أبعين ألف خويرة ومن أكثر والأقل حتى نمهي حمامات النساء ما عندنا؟ ماذا نفعل؟ لا يصدوا بس ها مش مش محتاجين صارتين أمام؟ أليس كذلك؟ طيب ستين ستواع تريو سدوا خلق الأحفاء تدعوا بوجاتنا الشيطان هذا في المنافبة أدامي أستوى الصف الله أكبر الحمد لله من رب العالم الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين إياك نعرف وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المظلوب عليهم ولا الضالين تامين ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنبط ضهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرقت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الحمد لله رب العالم الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين إياك نعرف وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المظلوب عليهم ولا الضالين تامين تامين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر سمع الله من حمد الله أكبر الله أكبر سمع 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 الله أكبر اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة شكرا في القناة